الخبر الأول اللي عادنا عن فضيحة ياسو والتقاها بيت ويسام تيكت طبعا دليل على هذا الموضوع صعب فرق زوياي الزين ياسو لسرت شوية ستوريات كانت سبيه هذي المكياج الغريب اللي شادت واحدة من الميك أب أرتست اللي تسوي لهذا المكياج ولما دخلنا على الحساب الميك أب أرتست ودخلنا على ستوريات اللي لاحظنا شي غريب والهي انه بالستوريات القبل اللي نشرتها قبل ما نسوي لياسو المكياج اللي سويت الهي اللي كان بيشي غريب اللي هو بيني attending بيسام تيكت رأجزواني بالسجادة يا حبايب اللي شادت من الصورة المضيفة هاي نفس السجادة اللي صور بها كفايين اللي صور بها مريانا بالستوديو مع الكفايين لو تلاحظوا الحبايب العالين بالآسهم اللي س prescribed لمن ثابته من السجادة وطبع هذا هو بيت ويسام تيكت ماهي بيت مريانا يا حبايب كانت بيسام تيكت ف commits V by保 beliefsのよう squeezed اللي يتقون بها بعض ولكن بالسر وطبع هل ينزلوا شوية مقاطع غريبة بعد هذا المكيهاج الغريب؟ متى هذا المقطع اللي جادي دقو بي انه شخص من يكبر لازم يتزوج شوفوه فكنا نحبوه بالكومنتات ويش تتوقع انهم قاعدين التقونوا ايه السر؟ هل ياسروا رجع الفرق فنبولي او لا؟ وطبع هل سرت الالتخاب السريع يا حبايب؟ فنهارين بيوتي و موفلوغز هم التقوية بعض بالسر ولكن هالمهرة الدليل مالتي شوية واضح في ناريني بيوتي يا حباب ننزلها على حساب بالاستقرام هذا البوست اللي كان بي هذه الصورة ففاليين اغلب المتابعين لاحظوا انه حذا البيت هو هاتف بيت موفلوغ ويد Sunday على هذا الموضع يا حباب كل السهل فرقزوا بالارضية اللي صورت بيها الناريني بيوتي والمكان اللي صورت به ومن أن نره بها بعد حساب حاليا موفلوغز تقريبا اغلب الصور اللي نزلها تشو الواضح انو نس المكان اللي صورت بيضه اله дети الي هو بيت موفلوكس كلقاعة الي هيها مثل مستطيلات ون اصل الوقت حتا الفيلا مالت موفلوكس نفس الخلفية مالتها فعARYน ان كل الصور هذي تثبت انو المكان اللي صورت بي ناريني بيوتي هو نس المكانولي يصور بيضه الموفلوكز الصور مالتاه الي هذه الصور اساسا هي بيت موفلوكس فقطو احبابي من Betashi انتو قوي سبعت ا wonderfully قاعدت تقوم بالسر وهل هي يعني أكوب بيناتهم علاقة حب حسب مكشف أن أحمد أبو الرب؟ بالمقطع له وشان عنوان الردي الأخير نتغل حالياً لأميرة اللي حسين وإن هي رهب البكاء مثل هذه الاستوري كاتبة مو لما تكتمها بداخلك بحجة أنك بخير وبداخلك ألف كلمة لا تقال واللي هي واضحة أنه هي تقول أنه بداخلك كلش من ذايقة ولكن تبيني الناس لني فرحانة وإذن هذه الاستوري قول ما كسرني غير وعدك يوم تحلف ما تغيب ولي قاعد تقصد أن محمد كريم هو وعده أنه أساساً ما يغيب أو ما يتركها وهي استوري اتبعى عن هذا النوع يا حباب اللي جاد بها الحزن وكآبة عن الفراق كما در الصراحة منها حباب بالكومنتات تتوقعون أميرة اللي حسين كلش ندبان على غياب محمد أو لا ونختمها آخر شي بياشي وموصل لحسبها بالتيك توك للعشر مليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك أخبار العشر مليون يا رب وطبعا لتتون يا حباب نتبار كلها بالكومنتات على هذا الإنجاز وصلوا لحباب إنه وصلت المقطع لحطوكم رابط بالوصف أتمنى لكل راح شوفي يا حباب بالمقطع القادة الثانية لازم نوصل مئة ألف مشتهدة عمودة تنزل لكم من المقطع البراو بس شاكوا في الزين ومع السلامة